السلام عليكم وحياكم الله بدرس اليوم اللي رح نتكلم فيه ان شاء الله عن UI Refresh Control درسه اليوم رح يكون جداً بسيط وسريع جداً ما رح نطيل فيه طبعاً حتى نعطي مثال على UI Refresh Control لما تكون في تطبيق تويتر في القائمة الرئيسية لما تكون في أعلى القائمة بالتحديد وتبدأ تسحب القائمة للأسفل رح يظهر معاك الانديكيتر أو المؤشر فوق الـ Table View ويعطيك تنبيه إن هو قاعد يجيب بيانات من السيرفر ويعرض لك تغليدات جديدة نفس الآلية موجودة في الإنستغرام ونفس الآلية موجودة في تطبيق اليوتيوب فهذا اللي رح نمثلها اليوم إن شاء الله رح نسوي قائمة بسيطة فيها مجموعة أرقام فكلما سوينا Refresh رح نطيف رقم جديد على القائمة إن شاء الله للدروس قدام لما نتكلم عن قواعد البيانات ونبدأ نربط بسيرفر خارجي رح نسوي الـ Refresh هذا مع قاعدة البيانات بحيث إن نحن كلما نسوي Refresh رح نجيب بيانات جديدة ونعرضها للمستخدم فما رح نطيل أكثر في المقدمة خلونا نروح على الإكس كود ونبدأ شرحه طبعا هذا نفس المشروع اللي تكلمنا عليه في الدروس الخاصة بالـ Table View رح نستكمل عليه ونضيف عليه درس اليوم فراح نروح من Library Command Shift L ونضيف View Controller جديد هذه الواجهة رح نروح أضيف عليها Table View والـ Table View رح أبدأ أضيف عليه Constraint من خيار الـ Add New Constraint رح أقول له 0000 من الأربع جهات وأقول له Add For Constraint الآن بعد ما أضفت الـ Constraint على الـ Table View click على الـ Table View ومن القائمة اللي يعلمين مثل الدروس السابقة أعتقد أصبح الموضوع واضح بسيط بالنسبة لكم نضيف الـ Prototype Cell بعد ما نضيف الخلية click على الخلية نفسها ومن خيار الـ Identifier رح أضيف لها اسم خلونا نسميها مثلاً Number أو Numbers Cell حتى أقدر أوصل لها بالكود بعدها رح أجي أسوي click على الـ View Controller نفسه وأختار خيار من الـ Attribute Inspector الـ Is Initial View Controller حتى إذا شغلت تشتغل معي هذه الواجهة الآن رح أروح أضيف View Controller أو Class جديد حتى أربط هذه الواجهة فيه فـ Command N ورح أختار الـ CocoTouch Class وأقول له Next ورح أسميه Numbers VC والـ Subclass Of رح يكون UI View Controller وأقول له Next Create الآن بعد ما نضاف الـ Class معنا نرجع مرة ثانية على الـ Storyboard ونربط الواجهة بالـ Class الجديد click على الواجهة نفسها على الأيقونة باللون الأصفر ومن القائمة اللي على يمين نروح للـ Identity Inspector إلى خيار الـ Class ونقول له Numbers VC Enter الآن ربطناها رح نجي هنا Alt على الـ Keyboard ونضغط على Numbers VC ورح أربط الـ Table View في هذه الواجهة مع هذا الـ Class وأسميه Table View أو أي اسم أنت أحب تسميه Connect الآن خلص انتهى شغلنا في الـ Storyboard تقريبا فرح نروح على Numbers VC ونجي هنا بداية نستعيم بالـ UiTableViewDelegate و UiTableViewDataSource وهنا رح أروح أمسح هذا النص ونقول له عشان ما ننسى من البداية TableView.Delegate ==Self و TableView.DataSource كذلك equalSelf الآن رح أضيف الـ Two functions اللي هي Required لازم أني أضيفها اللي هي NumberOfRowsInSection والثاني اللي هي SellForRowAtIndexPath رح أضيف مصفوفة اللي هي فيها بتكون عندي البيانات Variable و رح أقول له ArrayOfNumbers وتساوي بالنسبة للـ Value هنا رح أقول له أن هي نوعها String بعد ذلك القوسين الهلالية كذا أنا عرفت مصفوفة من نوع String فارغة ما فيها شيء ما فيها عناصر حاليا بالنسبة للعدد الصفوف في هذا الـ Table رح أقول له Return ArrayOfNumbers.Count اللي هو عدد عناصر المصفوفة وبالنسبة هنا لـ SellForRowAtIndexPath رح أقول له LetSell رح أعرف Sell يساوي TableView.CureUsableSell withIdentifier الـ Identifier رح يكون الـ Numbers اللي أنا سميتها في الـ StoryBoard Sell و الـ IndexPath رح يكون الـ IndexPath الممرر هنا عندي في الـ Function هذي بعدها رح أجي طبعا الـ Error عشان أنا أعطيه Return Sell لأن الـ Function هذي لازم ترجع فيها UITableViewSell فرح أرجع Sell اللي احنا عرفناها الآن وربطناها بالSell الموجودة في الـ StoryBoard هنا رح أقول له الآن بعد التعريف Sell.TextLabel ArrayOfNumbersOfIndexPath.Row فرح أغذي الـ Table هذا بالعناصر اللي موجودة في الـ ArrayOfNumbers حاليا ما فيها أي عنصر فارغة فرح يستغل معي الـ TableView فارغ ما في أي عناصر لكن اللي أنا أبغى أسوي إني لما أسوي السحب على القائمة هذه أسحبها كأني أحدث فيظهر معايا الـ Refresh Control ويضيف لي عنصر جديد فرح أعرف هنا الـ Refresh Control رح أقول له Let Refresh أو أي اسم أنت أحب تسميه بالنسبة للمتغير هذا Control يساوي UI Refresh Control الآن عرفته هنا رح أجي في الـ Viewed Load ورح أقول له Refresh Control.TentColor بالنسبة للTentColor هو اللون اللي أنت أحبت يكون للـ Refresh Control رح أقول له Color وأختار اللون اللي أنا ممكن أحطه لهذا الـ Refresh أي لون أنت أحب تسويه أو من الأذر تختار Custom Color رح أختار هذا اللون ونجي هنا نقول له Refresh Control.Add Target حتى لما أسوي Refresh أبدأ أسوي الكود اللي عندي أنا بالنسبة للـ Target هذي نفس اللي كنا سويناها مع الـ Button اللي موجود في الـ Custom فرح نقول له هنا بالنسبة للTarget Self معنات هذا الكلاس اللي أنا موجود فيه يعني ميني اللي مسؤول إني أنا بلغاً ورح يصير Action على الـ Refresh Control فرح أقول له Self هذا الكلاس بالنسبة للـ Action إيش هي الـ Action اللي رح يصير رح يكون فيه Function هنا عندي رح أعرف Function جديدة وأسميها Add أو Good Data مثلاً حالياً ما عندنا Data من السيرفر فرح نغذي من عندنا إحنا رح نضيف بينات جديدة على المصفوف رح أقول له هنا في الـ Function هذه Array of Numbers اللي هي فارغة .append رح أضيف عليها خلونا نضيف عليها نصب مأنها String ونقول له Value Array نفسها Array of Numbers.count فأنا لما أسحب رح أضيف على المصفوف عنصر جديد اللي هو Value بعدين Numbers.count كم من Numbers.count أول مرة رح يكون 0 فرح يضيف لي Value 0 ون فرح يضيف لي Value 1 وهكذا الآن بعد ما أضفت العنصر على المصفوف رح أقول له RefreshControl.int.refreshing حتى يوقف الـ RefreshControl وينتهي وبعدها رح أقول له TableView.reloadData ReloadData عشان المصفوفة الآن تغيرت فلازم أنا أبلغ الـ TableView أنه أحدث بيناتك فرى البيانات اللي عندي أو مصدر البيانات اللي هو Array of Numbers تحدث أصبح في بيانات جديدة فأنا هنا أبلغه أقول له ReloadData فيروح يحدث ورح يرجع يستدعي الـ NumberFroze مرة ثانية واستدعي الـ SilverRowAtIndexPath مرة ثانية وبالتالي يتغذي TableView هنا في الـ Action رح أقول له هاش أو علامة السلم هذا بعدين Selector ورح أعطيه اسم الـ GetData وأخيرا بالنسبة للـ For هنا رح أقول له .valueChanged الآن طبعا هنا الـ Error عشان أوكي عشان أنه نوع الـ Function هذا يكون قبلها فقط هذا الـ Error الآن اختفى خطوة أخيرة لازم نسويها نحن هنا بعد الـ RefreshControl .TentColor والـ RefreshControl .AddTarget نحن نبلغ أو نضيف الـ RefreshControl هذا داخل الـ TableView فـ TableView.Add SubView رح يكون هنا RefreshControl الآن نجي نشغل ونشوف هل نضاف معنا واشتغل بشكل سليم أو لا الآن اشتغلت الشاشة معنا هذا الـ TableView فارغ لما نبدأ نسحب لاحظ ظهر معنا الـ RefreshControl ونضاف معنا Value 0 لأنها فارغة فجعب بها Value وعدد العناصر صبر فنضاف عندنا Value 0 الآن نسحب مرة ثانية نضاف معنا Value 1 نسحب مرة ثالثة Value 2 وهكذا ففي كل مرة أنا أسحب يروح إلى الـ Function getData ويغذي المصفوفة هذه بعنصر ويسوي أند للـ Refresh يختفي الـ RefreshControl هذا السطر لو ما كتبتها بيبقى يدور معاك الـ Refresh وأخيرا نقول لـ TableView وحدث بياناتك إنه في عندي بيانات جديدة نضافة لدروس قدام إن شاء الله رح نتكلم عن قواعد البيانات والـ Server ففي كل مرة نسحب الـ TableView رح نتصل بالـ Server ونجي بيانات جديدة سواء كانت نصية أو صور أو فيديوهات أو غيرها فإلى هنا نوقف ما رح نطيل أكثر إن شاء الله درس كان مفيد على قدمه بسيط مختصر إلا إن استخداماته في أغلب التطبيقات موجود إذا أعجبك الفيديو لا تنسى العجاب لا تنسى الاشتراك وفعل جرس التنبيهات كلما نزلنا درس جديد في الدورة رح يصلك إشعار إن شاء الله فاستودعكم الله إلى هنا والسلام عليكم